يبقى فرق اجهد مرتفع عشر تلاف فولت وعندنا كمان ضغط منخفض واحد من مية من الضغط الجوي العادي. وباستخدام انبوبة زواجية هنوضح حلقه في الفيديو بقية الفيديو يعني. ومخرخرية هواء. وبطبع بنستخدم لوحين من معدنين ممكن متشابين او مختلفين. احدهم بيوصلوا بالكتب الموجب لمصدر الجهد. بيسمى مسعد او انود. والاخر بيتصل بيه الكتب السالب لمصدر الطيار. بيسمى مهبط او كاسود. يبقى اللوح المتصل بكتب السالب هو الكاسود او المهبط. اما المتصل بالكتب الموجب هو المسعد او الانود. وطبعا مخلقات الوادي ما هي الا شفاط. الغرض منها خفض الضغط داخل الانبوبة على الغاز. اه ليصل الى واحد من مية ضغط جوي او اتومسفير. اه ماذا يحدث عند توصيل الدائرة الكهربية اه المستخدمة للحصول على اشعة المهبط? طبعا اه بيحدث وميد وتنطلق من سطح المهبط اشعة غير مرئية اه متجهة في خطوط مستقيمة نحو المسعد. يعني تتجه من الكتب السالب اللي هو المهبط الى الكتب الموجب اللي هو ليه المسعد. طيب اه ما هي خواص اشعة المهبط الناتجة. اول حاجة اول خاصية تسير في خطوط مستقيمة اه متجهة من المهبط السالب الى المسعد الموجب. اتنين